تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله وعبر فخامة الرئيس اليمني في البرقية عن خالص تعزيه ومواساة لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته